استقبل صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقية إبراهيم حسين طهى كل من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة ساحل أنجيل لوسدا وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دينيزا إلينا يونيد الهدف من المقابلة تعزيز روابط الصداقة بين الجانبين تقرير آدم حنف فاضل جاء هذا اللقاء الذي جمع ما بين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي الدكتور إبراهيم حسين طهى من جهة والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الساحل السيد أنجيل لوسدا فرنندس من جهة ثانية لقاء يهدف إلى تعزيز الشراكة الصناعية بين تشاد والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات كالأمنية والسياسية والتنموية هذا وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الخط الساحلي أنجيل لوسدا فرنندس إن القرض من هذه الزيارة الدبلوماسية إلى تشاد هو البحث والمزيد عن تقوية العلاقات المشتركة بين تشاد والاتحاد الأوروبي والأبعد من ذلك هو مكافحة الإرهاب وتنظيف المنطقة من الجرائم المنظمة وبدوره وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي الدكتور إبراهيم حسين طهى قد شكر نظره أنجيل لوسدا على هذه المبادرة التي تسعى إلى تعزيز العلاقة الصناعية بين تشاد والاتحاد الأوروبي هذا ونشير إلى أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه منذ أن تولى إبراهيم حسين طهى منصبه وقد رفقت ممثل الاتحاد الأوروبي بمنطقة الساحل في زيارته السيدة دينيزا إلينا يونادا سافرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد أفضل حسين طهى منصبه قد شكرا سافرح شكرا شكرا